السلام عليكم شونكم ان شاء الله بخير حياكم فيديو يديد اليوم عندنا تقييم كومن كينغزلي كومن اللي هو الوبجكتفز اللي موجود عندنا طبعا اللي قناه توقع قبل اربعة هيام اذا مو غلطان نزل كينغزلي كومن اللي موجود عندنا طبعا انا قاعد نوريكم هني طبعا الاسيست اللي محتاجينهم وشون طريقة اللي تقدرون تطلعون يعني تطلعون هالكومن بالنسبة لي ما وجهت صعوبة يعني وايد الشيء اللي غث اكثر شيء اللي هو الاسيست بخمستعاش امبارات والفوز بعشر مبارات الفوز عادي يعني انا مو مشكلة ما يفرق عندي الفوز بسبع مباريات سوري تفوزون بسبع مباريات بس بعدين لازم تلعب ثمن مباريات ما لها طعم عرفت يعني بس لازم اسيست وتقعد عاد انا اللي سويته معظم الناس يعني ينسحبون معظم الناس يعني تفوز تكون فايز على بفرق ولين ثلاثين ينسحبون بس هالي الطاغات كينغزلي كومن بالنسبة لي اللاعب اللي نرفزني اكثر شيء ان حسيت اللعب كان ثقيل لما استخدمت كومن والله العظيم لعبته متنرفز و متضايق لانه مقاعد يعني مقادر اعطيكم التقييم اللي بخاطر اعطيكم اياه للأسف اللعب كان ثقيل ولم سويت تقييم حبيت اطلع بنفس اليوم بس لأسف والله يعني انشغلت به اليومين لطافه بس تشوفون السرعة والاجلتي والبالنس كله كله زين طبعا وهالتشكيلة هذي راح نحط فيها طبعا شريت انا قوريتسكا وشريت كيميتش راح نلعبهم بالاربعة اربعة اثنين قويرو طبعا راح يلعب مهاجم وياه فيرنر حبيتنا لعب كومن بعد مهاجم كم مرة فاخترت خطط يعني اربعة اثنين ثلاثة واحد اربعة ثلاثة واحد اللي هي فيها اللفت فورورد والرايت فورورد وحطيتها يلعب طبعا بالتشكيلة هذي ما ادري يعني راح تشوفون هني اول هجمة راح تشوفونها طبعا استخدمت اللي هي البلاير لوك اللي هي L3 R3 وراح تشوفون هني طبعا طاف يعني سرجي رامس والرف عبالي بالملي والله بس ما ادري يقوير ولايش رد ورا عشان يشوت يشوت فولي كان بخاطر انه بس يهجم يعني براسه ويقول بس هني تشوفون طبعا شوية مهارات خفيفة حركة حركة حلوة حتى باللعب الثقيل تحسونه سريع تحسونه مهاري تحسون انه انه يطوف يعني بس مع اللعب الثقيل راح تشوفون ان اللعب مرات راح يكون زين ولا مو زين انا بالنسبة لي شفت انهم سريع شفت انهم في عليه يعني اش اشياء حلوة اشياء زينة او تشوفوين طبعا المقاطع اللي موجودة هني طبعا حركات اللي حاولت يسويها حاولت ان اشكل احاولت ان اشوف طبعا الويك فوت حاولت اشوف طبعا إلى سلا بس هال 거ول هذا الصاروخ النار حبيبي نار حتى حتي يعني الخصم احسي منحبي يشوف الاعادة ماهات الاقول a agebz مع الـ AI Block المشكلة اللي نرفز إنه ويد 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 كان فيه AI Block يعني لما لعبت أنا طبعاً بس هالجول كان نار ويد كان فيه AI Block حاولت أشوت من بره حاولت أطوف مرات تشوفون يعني لما طوف على آخر شي هنا يعني عبالي بالنتي والله المفروض بالنتي والسعناه قطناها بين الريول يعني وهني تشوفون الفيكشات بين من فاران طفنا وحطناها نير بوست على نوير بعد أتوقع عدمه غلطان طبعاً لنا الفيديو على كومن فلازم نخل كومن يشوت البلنتي أشياء عجبتني بكومن نفس ما قلت لكم طبعاً الحبيت أقول لكم يا اللعب كان ثقيل بس خل نخلي اللعب الثقيل بصوب ونشوف كومن وهو بصوب حبيت حبيت طريقة لعبة اللي بالسرعة بس يعني سريع أوكي مهاري تحسون إنه شون يطوف يمين يسار أوكي حلو تحركات يعني هالجول شوفوا يسار ويكفت حطناه رحنا يمين نشوف الحركة اللي يمين يسار علطوه شون تحرك يعني بالأماكن الضيجة رح تشوفون رح تحرك وياكم بطريقة سريعة الشي اللي يمكني نرفزكم شوي أهو مو من لاعبين اللقصار رح تحسون إنه فيه ثقل مرات خفيف لأنه طولة طبعاً ني نفس ما قلت لكم جربت شوتي يعني من بره بس طبعاً رح تحسون مرات ماد لأنه في اللاعبين لحسهم يعني اللقصار شوي طبعاً نشوفون ميرتنز وهاللاعبين اللقصار اللي تشوفون نفس ميسي تحسون تحركاتهم قوية يعني سريعة وايد أهو كومن حسيت مرات الثقل عاد مادري الثقل كان لأنه اللعب كان ثقيل وله هو اللاعب يعني نفسه وهو الثقل فمادري إذا انت وجربتوه قولولي عاد بالكومنت تحت حسيتو ثقيل حسيتو تحركات زين حسيتو سريع ردت فعله جيدة يعني التحكم في زين بس الأشياء اللي زينة نفس ما قلت لكم السرعة التحرك من يمين يسار يعني بالأماكن الضيجة أشياء ما عجبتني حسيت إنه باصاته مو ذاكي الزود الرفعات حسيت يعني بالفان الثرد يعني عند الثمن تاعش لما قطت مثلث عبر الرفعات نفس ما شفتوها يعني مرات تحس ما يلقى الباص صح هني طبعا طفنا بتشوفون يعني تحركات حلوة بس هم ما قدرنا يعني آخر شي الباص طبعا مني مو من كومن بس حسيت يعني مع الرفعات حسيت إنه مو شي حسيت إنه لاعب عادي يعني حسيت إنه باصاته مو حلوة بس شوف تحركات اللي هني الموجودة حلوة يعني فنبس ما قلت لكم الاشياء يمكن اللي ما تعجبكم يمكن الثقل شوي الاشياء يمكن تحسونها الويك فوت مرات انا جربت الويك فوت كم مرة حسيت ان الشوتة خفيفة حيل ماكو ماكو طاغع يعني بالشوتة كلش بس راح تحسون ان فيه اشياء مرات راح تنرفسكم فيه مرات راح تعجبكم فيه اللاعب كأنه اللاعب بسوي وسويته انا طبعا اللي يعرفوني ليون البث طبعا عندنا بنال اندرسكور جي يعرفوني انا حب استخدم اللاعبيني حبو يعرفوني ان انا حب استخدم اللاعبين الغير احب سويت تحديات واللاعب طبعا راح تشوفون سكل موفز اربع والويك فوت الثلاث عشان شي قلت لكم الويك فوت راح يضايقكم شوي بس اذا تحركاته يعني زينه اوكي راح يفيدكم مو مشكلة شي راح ينرفسكم بعد انه هو ميديم لو فلما كنت انا علعب حتى حتى ما خليتها يكون يعني كم باك ان ديفنز ما قلت لها لا يرد حتى الدفاع وهم حسيت انا يعني الهجوم ضايع ما دري وينغ دايع مرات ورا اب روحه مرات عط Louche بروح تحركات في الحيل حيل خيصة حقه الجوم فحتى لو حطيتها مهاجمكن حتى تحركاته ما دري ضايع التمركز في حيل 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 يعني سيء التمركز حق اللاعب حيل حيل سيء حطيته على الطرف ما اعجبني حطيتها مهاجم معجبني حطيتها بلى الليله فورورد والرايت فورورد هم ما عجبني حطيته كام هم حبيت اشوف الميديم لو يمكن يقعد وقل يقعد فورورد ما عجبني بس بالنسبة لي التمركز كان اسوأ شي في من هاللاعب هذا كسوبر سب يمكن يدش عندك بعشر دقايق يفيدك بس حبيت حبيت اقارن بلاعبين يمكن اللي تحبون تقارنونا فيه طبعا في راح تشوفون ساني بالدولة الالمانية من افضل لعبين طبعا بالدولة المانية حبيت اشوف يعني واحد فرنسي واحد بالدولة الالمانية اذا تابون لاعب كسرعة وهالمهارات الجيدة سينت ماكسيمان افضل سينت ماكسيمان تحركاته احسن اقصر يعني طبعا بالطول راح تشوفون يعني ما دري احس احس جسمه افضل يعني بالتحركات الجسم يساعد سينت ماكسيمان ينخليه اسرع معنا السرعة راح تشوفون تقارنونا السرعات يعني ويبعد ترا كلهم نفس الشي بس الديفنسيف ووركريت ولا تاكن ووركريت ما عجبني وخلاني ما دري نرفزني شوي ما حبيت يعني كومن بالنسبة لي سويته ما راح عنده مني سويته بالعكس انا حب يسوي اللاعبين ونقيمهم ونشوف عاد يمكن ما يعجبني وللأسف ما عجبني اعطي يمكن ستة من عشرة خمسة من عشرة راح تشوفون فيه اشياء حلوة عندها حبيت اقارنكم وتشوفون اذا حبيتها وتسوون بوز وتشوفون تقارنون بين الثلاث لعبين وتقيمون عاد تابون تشترونه ولا لا بالنسبة لي اذا مو مسوين كومن مو طايفكم شي اذا بتسوونه يمكن يعجبكم اكثر مني انا بالنسبة لي خمسة وستة من عشرة للاسف يعني بس جربنا وشوفنا عاد عجبكم الفيديو لايك و 없는 تحت انت واذا جرتوا وانشاله انشاله انشاله نشوفكم بالفيديو اليايا جماعة مشكورين وايد اяют دعم على فيديو اقويرو حبيت اقولكم مhmm كل قلبي مشكورين مش نوع واد واليوم توفر تغريبا خمس ساعات خمس ساعات ونص تغريبا ام الحمد لله الدعم منكم كان خيال المشكورين على اللايكات على الفيديوهات اللي طافت وإن شاء الله راح نكثر الفيديوهات هالأسبوع ولله الويكند كنت مشغول شوي ما قدرت أنزل كثر مايبي بس اليوم راح أنزلكم هالكومن وإن شاء الله راح أنزلكم آله الصالبس متقويته اللي سوناها بـ الآن سعمل راح نسوي بعد اججات بعد موجوده للب specialist لا تنسون إنستجرام트� وال تويتر حط لكم كل شي تحت مشكورين وايد لا تنسون اللايك إذا أعجبكم بالاشتراك بعد باليوتوب ومشكور وايد على الالف مشتركة بعد عمري ما قصرتوا حبايبي إن شاء الله نشوفكم بالتغييم الياي أو بالفيديو الياي وقلوا لي طبعا شنو تبون بالتغييمات الثانية في أشياء تبوني أغيرها في شيء طبعا هذا ما سويته أنا لايف طبعا الفيديو إن شاء الله مرليا يسوي اللايف حق اللاعبين الموجدين مشكورين وايد وإن شاء الله نشوفكم بالفيديو الياي مع السلامة